الصور الكلاسيكية في ثلاث صور أساسية كلاسيكية من نظرية تبرير العدالة الإلهية واحد الصورة النهائية اللي بتنكر كمال قدرة الله وبتقر إن الله كائن منتهي لا يمكنه تجنب الشر عدة صور من الديانات القديمة زي الديانة زرادشتية أو الديانة الغنوصية أو الديانة المانوية مانيكيازم صنعت صورة ثنائية للوجود الكوني بين الله والشيطان أو الشر وفي فلسفة الإغريقية أفلاطون بليتو وأرستوتاليس أرستاتل اعتقدوا في صورة ثنائية وجودية لله الديميرغوس داميريج أو خالق الكون المادي أحد فيوض الإله المسؤول عن خلق الكون المادي والمادة الأولى حيث الله منتهي الوجود لأن لابد له من الاتصال بالمادة الأولى لخلق الكون وفي العقود الأخيرة الفيلسوف الأمريكي ألفريد نورث وآخرون طرحوا تصور آخر لثنائية الله حرية الإرادة الغير مخلوقة حيث الله غير كامل بسبب حتمية وجود مبدأ حرية الإرادة الفيلسوف الأمريكي أدجر برايتمان طرح تصور لنهائية الله عن طريق ثنائية ما بين الشكل فيها قدرته محدودة بسبب مكون المادة فيه الصورة النهائية من نظرية تبرير العدالة الإلهية أحيانا بيطلق عليها دفاع حرية الإرادة لأنها بتبرر عدالة الله بإعطاء البشر صورة من حرية الإرادة تمنها كان نهائية قدرة الله أو عدم كمالها لكن في الواقع دفاع حرية الإرادة لألفين بلانتينجا اللي نقشناه في الحلقة السابقة كان أكثر تأثير وعقلانية الصورة الثانية هي الصورة الاستبدادية تاسبتازم اللي بتنكر على الله كمال الخير نتيجة سلطة الله المطلقة النوع ده من الأفكار من الممكن تتبعه تقريبا في تاريخ كل الأديان على سبيل المثال الحصر في لاهوط الإصلاح كالفنازم المذهب المسيحي البروتستانتي اللي بيفترض مسبقا سيادة مطلقة لله الله كامل ومطلق السلطة حتى إنه قد يبدو كامل الخير والمحبة من حيث المبدأ إلا إن دي مش بالضرورة صورة واقعية لإن الله خالق كل شيء بما في ذلك الخطيئة والشر والشيطان نفسه كجزء من انخططه الأبدية وبالتالي الشيطان نفسه لا قدرة ولا اختيار له ومجرد عروسة متحركة بإيد الله من المهم جدا هنا إننا نلاحظ إن أحد المبادئ الأساسية في لاهوط الإصلاح هو القضاء والقدر المطلق لله في كل شيء أو بصورة أخرى ما فيش شيء بيحصل إلا وإن كان الله نشط ومؤثر في إحداث هذا الشيء وبالتالي لا يوجد ما يسمى بإشكالية الشرق تحت الصورة دي البشر ما عندهاش حرية إرادة إلا إنهم ما زالوا مسؤولين عن أي خطايا بيرتكبوها لإن الله كان من السلطة قرر إنهم يحكموا على هذه الأفعال طبقا لشريعته الصورة الثالثة الكلاسيكية هي صورة عدم وجود الشرق Evil is not being التصور ده بدأوا القديس أغستينيوس في الفلسفة الغربية اللي تصور إن كل الكائنات موجودة على صورة الخير وبالتالي أشار للشر على إنه كائن عديم الوجود وإن الكون المادة وخالقها خير مطلق والشر عدم وجود أو حالة نقصان privation أو فساد corruption أو انحراف perversion عن شيء كان في الأصل خير الشر نفسه مش كيان مادي موجود في ذاته لكنه دايما عائل على الخير الشر داخل إلى الوجود نتيجة أخطاء الكائنات الحرة الخيرة الملايكة والبشر الخطيئة ليست اختيار الشر لأن مفيش وجود للشر تحت التصور ده لكنها البعد عن درجة أعلى من الخير لدرجة أقل من الخير أغستينيوس اعتقد إن الشر الطبيعي natural evil هو كمان نتيجة لنقصان الخير تصور أغستينيوس للشر كعدم وجود أو نقص للخير هنلاقيه بوضوح في كتابات القديس توما الأكويني Thomas Aquinas اللي بتشكل تصور قطاع كبير من الطيارات المسيحية عن طبيعة الشر الفكرة نفسها اللي حنشوفها بتظهر تحت عبائة المدرسة الفكرية الإسلامية لكن في الحقيقة أغستينيوس أضاف تصور بيطلق عليه في أدبيات الفلسفة المفهوم الجمالي ACR اللي بيعد أحد الصور الأخرى اللي من الممكن استخدامها برفض إن الشر له وجود المفهوم مشتق من مبدأ التمام planetude اللي بيقول إن وجود كون فيه كل الإمكانيات من الممكن تحقيقها الإمكانيات الأوليلة والعظيمة بيعد كون الأعظم من كون آخر فيه فقط إمكانيات الأشياء العظمة ومن هنا بيشتق إن الإمكانيات والكائنات القليلة ليست شر لكنها درجة وصورة أخرى من الخير طبقا للرؤية دي اللي قد يبدو إنه شر عند اختباره في إطار محدود عند اختباره في نطاق الأوسع أو نطاق تمام الكليات الكون حيكون خير لإنه عنصر حتمي في تمام الكون الصور الكلاسيكية دي من نظرية تبرير العدالة الإلهية لإعادسي إدعة المنطقية والعقلانية وكانت محاولات لحل إشكالية التناقض ما بين كمال قدرة معرفة وخير الله من ناحية وحقيقة وجود الشر في الكون من ناحية أخرى أو اللي بيعرف بإشكالية الشر عن طريق إنكار ورفض أحد الحقائق السابقة لكن الصورة دي ما بتقدمش حل حقيقي للإشكالية لإن الشر ما يزال له وجود ده بالإضافة لإنها بتعالج خواص الله المقبولة بنطاق واسع بين المؤمنين بصورة سطحية بدون الغوص بعمق في طبيعة الله كل ده كان نتيجة لمحاولة طاريح الصور دي بتقدمها في إطار عقلاني منطقي لكن يبدو إن التناقض بالنسبة للمفكرين اللي تجنبوا اعتناق مستوى عقلاني منطقي لحل الإشكالية غير مشكل لإنهم قادرين على فهم واستيعاب الله بكامل قدراته وفي نفس الوقت حقيقة وجود الشر في الكون